السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الأعزاء طلبة الصف الثاني الصناعي أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة الحلقة التانية معايا من برنامج المحبوب في بيتنا مدرسة أهلا بكم ورحمة الله وبركاته ومعايا من الع戶 العام الثاني الصناعي أهلا بكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة الحلقة التانية وهجب لكم احدث الموصفات للمتحان ودي المفاجأة اللي انا ما احضرها لكم ومعنا حاجات جميلة جدا النهاردة هتعجبكم وان شاء الله بإذن الله هتستفيدوا منها وحشتوني حبيبي وان شاء الله حلقتنا تقضوا معي جولة جميلة جدا ومن الحلقة اللي فاتت والحلقة دي هتنفعكم جامد ان شاء الله وهتبقى زخيرة بنسبة لكم اللي انتوا تخشوا الامتحان وتتفوقوا فطبعا ان شاء الله خلوكوا بقى معي هنبدأ ان شاء الله في الاتم ستاتة الامتحان واول حاجة طبعا هناخدها بعض الكلمات مفيدة لكم جدا وان شاء الله هتقابلوها في المنهج the first one spark black spark black when i say spark plugs are used in the petrol engines to ignite the air fuel mixture spark plugs are used in the petrol engines to ignite the air fuel mixture طبعا انتوا عارفين كلكم عارفينه طبعا فيه اداة مهمة جدا فيه او جزء مهمة جدا او قطاع غير مهمة جدا فيه المحرك اللي احنا بنقول عليها البجوهات طبعا دي بتستخدم فيه تشغيل او اشعال الوقود عشان نشغل المحرك المحرك the second word كلمة تانية clockwise clockwise دي بتعبر على الاتجاه و clockwise طبعا تو تايتن سكروز ترن زا سكرو درايفر كلو كويز احنا خلنا الحالة اللي فات التايتن يعني نربط اما نربط سكروز اللي هو المفاك clockwise كلو كويز كلو كويز زا ما تشوفين في الصورة كده اللي هو يبقى برافو عليكم فيه اتجاه عقارب الساعة يعني المفاك بيبقى في اتجاه عقارب الساعة تو تايتن زا سكروز اوكي دي تسي زا نكست ون طبعا زا ما تشوفين عكس clockwise anti clockwise anti clockwise يعني عكس اتجاه عقارب الساعة تمالك كلمة حبيبي اللي فيها انتي بدأ بانتي دي بتدي العكس على طول جايج جايج فيه ناس بت مس بلقت مس برونونس ات اا يعني بتسي اا او ما اا بتغلط في نطقها بتقول جاوج لا طبعا ايه ما فيش حاجة اسمها جاوج هي اسمها جايج جايج بقى هو ايه طبعا بنلاقيها في العربيات والموتسيكلات اا كتير طبعا جايج is a device that measures the amount of quantity of something اللي هي السرعية دي طبعا من الشماء هي دي اا ساعة وحدة قياس اللي هي بتقيس measure ااا بتقيس طبعا اا اي قياس قياس دي quantity كمية زي اا اا او سامسنج يعني مسلا مسلا الساعة اللي اقول لك هاتة الساعة زمن ما كان كي بقول لنا ساعة قياس الحرارة اا بتبقى في الانبير قدامنا في التابلوب بتاع العربية بنئس بها السرعة ااا ومقدار البنزيم ومقدار الاويل عندنا فدي اسمها جيج اللي هي وحدة القياس طيب this is drill 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 طبعا احنا عندنا درس كامل في اا في الكتاب اا مدينا طبعا drill اجزاء drill اللي هو المثقب و اا وكيفية طبعا هو ممكن drill ده مش هو الشانيور بس هو معنى الشانيور وممكن اي drill حتى لو مثقب يدوي قالت صقب ماشي ممكن نسميها drill يبقى drill is a tool or machine used for making holes in something hard يعني اداة او آلة بتستخدم ل making holes يعني عمل ثقوب in something hard في سطح ناشف او سطح قوي ماشي زي ممكن الخشب او اي سطح ممكن الحائط فthis is drill يبقى drill اللي هو المثقب ونقول عليه الشانيور طيب نشوف بقى برضو عشان ده اه انا جبت الصور ديت طبعا ومن اجزاء drill عشان برضو ممكن تقابله اي كلمة مش drill بس الاجزاء بتاعتا عندنا الصورة الاونية ده طبعا this is في الصورة اللي بعد drill check check اللي هو ظرف الشانيور وده الكي اللي جنبه اللي منه ممكن بنفتح عشان نحط drill pits drill pits اللي هي الرياج بتاعت الشانيور او البونطة بتاعت الشانيور اللي هي بتختلف احجام حسب الفتحة اللي احنا عايزين نعملها فاسمها drill pits اللي هي الرياج الشانيور او البونطات وطبعا احنا اما بيركب بالرياج ديت طبعا بنستخدم key بنحط key في check check اللي هو الظرف بتاعت الشانيور and put the pit الملقمة لها بنحط طبعا the pit in the juice اللي هي بين المفك او الاسنان بتاعت اللي بتبقى في منتصف check اللي هو الظرف بتاعت الشانيور we tighten it we tighten it و بنربطها باحكام يبقى دا drill ودي حبيبي اجزاء الشانيور the next one wrench wrench طبعا صرته زي ما شايفينها wrench اللي هو مفتاح الربط سواء بقى وبرضو في spanner خدنا spanner قبل كده ودي wrench you will need a wrench to tighten the spark plug احنا قلنا spark plug يعني اللي سألنا هلوقتي ايوا الناس اللي مركزة وجيبت الورقة وقلم معاي وتسمع الكلام الناس الحلوين ان شاء الله اللي يقفلوا معنا ان شاء الله ايوا spark plug اللي هي شمعة الاحتراك او البجو ماشي you will need a wrench to tighten من احتك طبعا اللي هو مفتاح الربط ده عشان نربط spark plug او اي صامولة طبعا or bolt في بس يعني ساعات انتم ممكن تلاقوا wrench اللي هو المفتاح الربط وفيه monkey wrench اللي هو المفتاح المتغير الاعليمين ده with a red handle اللي المقبض الاحمر لان monkey wrench اللي هو ممكن يتغير حسب size الاولين ده wrench بس لانه ثابت see also spanner you have to know كلمة spanner برضو معنا مفتاح ربط يبقى this is wrench ok vice 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 طبعا انتم عرفين طبعا كله اللي هي ايو اللي هي المنجلة المنجلة ده عبر a metal tool with movable jaws that are used to hold an object firmly in place while work is done on it يعني ادام عدنية with movable jaws يعني لها فك متحرك فكين متحركين ناحيتين are used to hold on object بتستخدم hold on يعني تثبيت الاشياء firmly وزن الاشياء بسواء معدن او خشب firmly بقوة in place في المكان while work is done on it بينما طبعا الشغل فيها بيتعمل فطبعا محتاج طبعا التكنيشن الفني اللي هو يثبت الحاجة قدامه سواء يدق عليها او يتنيع او اي حاجة فبيستخدم vice و vice معناها المنجلة طيب يبس this is vice okay wheelbarrow wheelbarrow طبعا كلكم عارفين الwheelbarrow دي طبعا a small cart with a single wheel used typically for carrying loads in building work or gardening small cart يعني عربية صغيرة with a single wheel wheel يعني لها wheel معناها اطارة او عجلة فردية واحدة بس بيباليها عجلة فردية used typically for بتستخدم معادة في carrying loads اللي هو اشيل الاشياء حمل الاشياء خصوصا في building work يعني في مواقع البناء or gardening او في الحضائق عمل الاعمال الحضائق الخاصة بالحضائق يبقى this is ايوة wheelbarrow wheelbarrow لعربية ادوية بعجلة واحدة wheelbarrow اوكي toolbox 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 طبعا اي طبعا technician فني عامل فني او builder or carpenter نجار or plumber يعني عامل في الادوات الصحية ماشي ادوات بيبقى جاي طبعا بيعمل شغله ملازمة معه toolbox toolbox اللي هو زي من شايفين طبعا صندوق الادوات طبعا احنا اخذنا طبعا كلمات كتير عن الادوات tools technical tools الادوات الفنية برضو حبيت اللي انا برضو الحاجات اللي انا ما قلتهاش عشان نكملها في هنلاقي في toolbox طبعا بالاضافة او بخلاف الحاجات اللي احنا ذكرناها الفايل فايل يعني مبرد فايل فايل مش غير بقى ملف برم احنا عارفين ملف معناها فايل بس دي هات بقى ايه كمصطلح فني فايل معناها مبرد و players players اللي هي الكماشة او الزردية players و level level اللي هو الميزان بتاع البناء يعني اللي بيبني بقى عامل البناء اللي بيبني الطوب فق بعضو بيحتاج زيب انتو عرفين level اللي بيقولو عليه ميزان المية give me that level اوكي يبقى دون هنأون في toolbox it's a box or container for keeping tools in it بنحتفظ بالأدوات قوة طيب directions في عندنا برضو directions اللي اتجاهات وفي طبعا phrases of direction like turn turn left when مثلا you don't know the way to any place مش عارف مكان طريق المكان معان and you ask a passer pai وبتسأل اي مار في الشارع بتقولك excuse me where is the way for example where is the way to the station please يعني فين مكان station المحطة طبعا دي بقى طريقة او بنستخدم the phrases دي ل directions عشان يدي لنا اما نقول له مثلا go straight on يعني يمشي على طول او walk two blocks يمشي مثلا على بعض الشارعين turn right or turn left turn right احود يمين turn left احود شمال go up تتعالس اللقو طلع مسلا سلم go up the stairs انزل من الضر الفلاني go down the stairs ارجع لف ارجع go back و straight ahead يعني اتجه مباشرة اوكي so these are to show directions يبقى phrases لعبارات الخاصة بالاتجاهات are used to show places زي ما قلنا بتستخدم في اللي انت توضح الاماكن او بتعرف مكانها concrete concrete طبعا اللي هي it's concrete معناها خرسانة فطبعا concrete ديت بقى الحاجات الادوات بتاعت الخرسانة بتاعتنا ازاي نعمل الخرسانة طبعا اللي في النصة ديت بنعمل اول mortar mortar وانا المرة اللي فاتت معناها خلطة cement او مونة زي ما بنقول كده وطبعا المortar لها system بتعمل طبعا you have to make الخلطة بتاعت from cement from sand cement و cement cement و بنعمل طبعا في معنا shovel shovel اللي هو الجروف وفي معنا house house طبعا يعني برضو من الحاجات اللي احنا mispronounce it بنقولها على الخرطوم house ما فيش ما فيش حاجة اسمها house للأسف هو اسمها house house والجروف من shovel 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 وخلطة الاسمان اسمها mortar طبعا we get water we have to make hollow hollow طبعا اللي هي فتحة in the sand and get water by the house house يعني بنجيب بنوصل المية بواسطة الhouse الوالخرطوم we try to turn the mixture make it mixture with the shovel ونقلب الخلطة دي طبعا معنا gravel stones برضو في الزلط معهم وبنقلب عشان يطلع في الآخر with water and sand and gravel stones بنجيب بنعمل mortar اللي هي خلطة الاسمنت فبتطلع في الآخر طبعا concrete يبقى concrete عرفنا اللي معناها الخرصانة طب تعالوا بقى حبيبي طبعا the first item of the exam احنا قلنا الامتحان كله هيبقى عبارة عشان زروف السيسنائية او مرة تحصل هيبقى عبارة كله عن multiple choice وطبعا اختيار من متعدد والسؤال الاول هيبقى ten sentence عشر جمل ومن العشر جمل ديت متقسمين كالتالي ها في خمسة على الفكاب القواعد وصوري خمسة على الفكاب على الكلمات وخمسة على structure or grammar على القواعد فطبعا ان شاء الله بإذن الله هتكون سهلة بنسبالكم وانا من خلال الاكسرسيز ده هاوضح حاجات في القواعد لما نقفها عليها غير اللي انا شرحته في الحلقة اللي فاتت ماشي وممكن اكد حاجات انا شرحتها بحيز برضو انتوا تاخدوا فكرة عن الحاجات اللي عندكم في المنهج ف let's see the first sentence معايا the first one sorry the first sentence okay you should build you should you should build the wall on the space foundation you should build the wall on the space foundation يعني يجب ان نبني الول الحائد او الصور on the space foundation is it plastic foundation ولا glass foundation foundation يعني اساس اساس ايه بقى صفته ولا ماد plastic معروف glass زجاجي ماد يعني نطيني concrete ولسا اخذين concrete الوقت بمعنى خرصان يبا طبعا كلكم وارفتوا طبعا الحل you should build wall on the yes excellent يبا زي ما شافين الحل كده we should build the wall on the concrete foundation the next one the nail set is based in 1998 the nail set is based in 1998 يبقى the nail set was yes فطبعا احنا عايزين نقول ان الامر الصناعي nail set دوت اطلق في سنة 1998 وطبعا احنا بدقين طبعا الجملة بالobject المفعول وطالما بدقين الجملة بالمفعول والزمن اللي احنا شايفينه في الماضي فطبعا هتبقى الجملة هتبقى نستخدم was where plus past participle يبقى نقول the nail set a ايه برافو عليكم was launched يعني اطلق in 1998 ايه 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 ثري when you heat water يعني عندما احنا heat water يعني بينسخن المية it is it freezes boils cools snows when we heat water it يعني ما بينسخن المية بيحصل لها ايه طبعا freeze دي تتجمد boils معناها بتغلي cools تبرد snows يعني بتتحول snow معناها جليد طبعا when we when we heat water it boils it boils for a space object can easily be carried around a space object can easily object can easily be carried around يعني الشيء بقى اللي حالته ايه ممكن اللي احنا carried around يعني نشيله او نتجول بيه عادي يبقى سهل الشيل هل هو portable ولا rough ولا rigid ولا flexible هناخد كده اللي ممكن نستباده طبعا انا قلتلكو ازاي نفكر اللي احنا نختار صح اولاد يعني كلمة انت متأكد من معناها وي مش مناسبة وتشوف الجملة طبعا او طرف معناها ومش مناسبة لموقعها في الجملة طبعا احنا بنستبادها يبقى flexible معناها marine فطبعا اللي ما لهوش علاقة بكلمة rough خشن rigid يعني شيء ناشف portable portable يعني سهل الحمل فطبعا هنختار a portable object can easily be carried around portable يعني سهل الحمل اوكي طبعا the next question there is space oil in the tank I won't fuel it there is space oil in the tank I won't fuel it يبقى you get you get طبعا اما اقول لك I won't fuel it يعني انا مش همون you get ايبا oil in the tank والحسن اللي فاتت قلنا الفرق بين there is وزرا وقلنا there is يتبعها اسم singular مفرد اسم يعاد او اسم او كمية يعني برضو لو تبعها اسم لا يعاد او كمية تاخد there is اما there is معناه يوجد يجي بعدها اسم جمع يعد فطبعا ديها طبعا ادوات التجزئة او اما نقول oil in the tank I won't fuel it distributives الاويل طبعا لازم نشوف الاسم ده countable ولا uncountable يعني لو هو طبعا اسم uncountable يعني لا يعد فبنستخدم ايه بقى بنستخدم طبعا في عندنا fuel اللي بيعد وعندنا little الذي لا يعد وعندنا much برضا let بتستخدم للأسماء التي لا تعد فلتل ومتش بيستخدم مع الاسماء التي لا تعد فطبعا من فاش نقول a lot لان اللوت لازم تاخد off والجملة فاش off وكذلك many many بيتبعها اسم بيتعد في عندنا a little وفي much الاتنين بييجي بعدها اسم لا يعد ملائم هنا بس المعنى هو اللي هيبقى الفايصل في الجملة دي اما نقول I won't fuel it انا مش همون يبقى معايا بننزيم كتير اوكي يبقى نستخدم ايه ايوه برافو عليكم much يبقى زريس is peace oil in the tank I won't fuel it طيب the pump causes the water space يعني البامب المضخة causes the water يعني بتسبب ان المية يحصل لا يبقى احنا قلنا فالي cause معايا عشان نفكرك اولاد فعل cause وforce cause وforce cause cause ايو and force بيقى بعدها two plus preposition two والمصدر يبقى ما فعله two والمصدر اما فعله زي make و let بيتبعهم infinitive bare infinitive without two يعني المصدر بدون two فطبعا فطبعا ما لول زبان بالمضخة بتسبب الوطر اللي هو ايوة لازم يجد two زائد المصدر يبقى الحل بتاعنا برافو two flow two flow يعني ينسب للمياه مصدر 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 معناها سهل الحركة أو سهل التغيير أما أو سهل الفكة أما أيوة يعني يعني شيء مادة قابلة للإشتعال أو مادة قابلة للإحتراق يبقى الحل بتاعنا إيه؟ طبعا كلكم عرفتوها يبقى قابل للإشتعال اللي هو المكبس ممكن اللي هو الدواسة أو البدال تلاقله هنا معناها الدواسة في العربي يعني يبقى طبعا هنا الجملة بدأ هنا في جملة محلة هنا وطالما اتفقنا أولاد كذا مرة اللي الجملة بدأ بالمفاول يعني الشيء الواقع عليه الحدث ماشي؟ يبقى طبعا مبني المجول فالمجول نختار على طول الفعل اللي يبقى فيه يعني التصريف التالت من الفعل عشان كده هنختار طبعا سهل جدا التصريف تات ممكن تعرفوا عليه وخصوصا لما يبقى الفعل هنا فعل منتظم هل يبقى في آخر ايدي يبقى بسطن 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 تمام احنا خدنا مرة فائدة قطعة كان فيها الديزل انجين والفارق بينه وبين البترول انجين يعني محرك الديزل is a the a1 وقلنا ان محرك الديزل هل هو الاخف ولا الاتقل فيهم طبعا الديزل ده بيستخدم في التراكس والوريز الشحنات والاجهزة التقيلة الحافلات heavy vehicles الحافلات الثقيلة فطبعا وعندنا ما فيش هنا صغط مقارنة لو كنا مثلا كنا بنقارن نقول اذا الديزل انجين على سبيل المثال is هو اتقل من البترول انجين كاتفة تبقى heavier than heavier than لان فيه عنصرين بينقارن بينهم بس هنا بقى احنا بنفضل هنا او خاصينا صفة للديزل انجين لوحده عن باقي المحركات يعني اعايزين هو الاسقل محرك فطالما هنا طبعا وبادئ بزا ماشي يدبعها الصفة بقى صفة التفضيل اللي الصفة في اخيرها ايه وسمع صفات القسيرة ماشي اللي هي او صفات اللي بتنتهي بي واي ال او دابليو اي ار ممكن حتى لو صفة طولها بنعملها كصفة قصيرة وبنضف لها اي ار لو في المقارنة و اي اي سي تي لو في السوبرلاتف يعني صفة التفضيل فطبعا ما نقول زا تيزل انجين ازا هو اصقل محرك يبقى نقول بقى حبيبي ايوا الحل ايه اجين زا ايه يبقى في اخيره اي سي تي يبقى زا هيفيست هيفيست وان اللي هو نمبر بي يبقى زا ديزل انجين ازا هيفيست وان اوكي يعني حط الخشب ضع الخشب في اه ضع الخشب اه في ايه بقى بفور قبل ما انت تيزل ات قبل ما طبعا تيزي على الازميل اللي انت تحفره او تنحتها بالازميل طيب ايه بقى نحط الايه بقى الخشب فين بتحط فين احنا لسا اخدنا طبعا نهارده اديت لكم اللي هو اللي بنثبت فيها الحاجة ايه هي بقى برافو عليكم المنجلة المنجلة في ايه بقى اللي معنى منجلة هنا سبانر احنا قلنا معنى سبانر ايه برافو اللي هو مفتاح الرط ده دريل او مفتاح الانجليزي زي ما بنقول دريل اللي هو الشانيور سو سو اللي هو المنشار يبقى بقى لنا اللي هو vice يبقى put the wood in a vice before you chisel it very good يبقى vice اللي هي المنجلة don't touch that pair wire until you space off the electricity don't touch that pair wire until you space off the electricity يعني لا تلمس هذا pair wire يعني سلك ايه مفهوش مش عازل يعني مفهوش عليه ادت عماش بلاستيك العازل يعني ماشي until you off the electricity لا تلمس هذا السلك العريان إلا ما بعد أما انت تقفل أو تفصل لكهرباء طبعا القادة هنا بقية إذا انا عشان عارفين عارفين until هنا طبعا until معناها إلا بعد أو حتى أما يجعب لا don't touch دي احنا قلنا اللي هي طبعا دي في negative في negative imperative يعني في الأمر المنفي وطالما الرابط until or after يسبقه أمر مثبت أو منفي يدبعها حكتين لنجيب الفعل بعد until في present perfect present perfect اللي هو زمن المضارع التام اللي بيكون من have أو has plus past participle have وهذه تصريفة ثالث لنجيب بعده present symbol اللي هو المضارع البسيط فطبعا إحنا هنشوف بالختلف بتاعتنا هنستبعد إيه هنستبعد طبعا swatches لأن you ليه swatches بعد سبعدنا لأن you طبعا ما يجيش بعدها فعل ما يجيش بعدها أبدا فعل في s يبقى هناخد have لهناخد have switches لهناخد طبعا have switches أو has switches وطبعا عشان you ما بتاخدش has فهناخد have switching ما تنفعش يبقى have switched يبقى تانا أولاد أما يبقى الرابط until or after يجي قبله أمر طبعا بنجيب بعدها present بيجيب بعدها present perfect زي متشافين كده have has زي التصريف الثالث we وطبعا have بتيجي مع i we و they we you و has بتيجي مع he وش وقت طيب the next one عندنا reading comprehension القطعة الفهم ده السؤال التاني في الامتحان وهيجي لنا قطعة مكونة من حوالي 130 كلمة و انتو طبعا شاطرين فيها وهنقرأ القطعة وزي ما أنا قلت لكم اللي احنا بنقرأ العسية الاول وبنعمل نقرأ الفكرة العامة وسكان بسرعة كده نرى عشان الفكرة الرئيسية وبنقرأ القطعة كيرفولي وبعد كده نرى الاسئلة وبعد كده نطلع نقرأ القطعة طيب خليكوا كده معا في القطعة يعني العلماء طبعا شغالين في حل مشكلة يعني التلوث بتاع العوادم صارت الآن العربيات بتحرق بنزين أكثر كفاءة من الماضي العلماء صمموا محركات بتستخدم الغاز الطبيعي والكثير من التبسات في القاهرة والمدن التانية بتستخدم هذه المحركات يعني المهندسين برضو صمموا العربيات الكهربائية العربات القهربية بتستخدم البتريات يعني البتريات في العربيات الكهربائية الأولية يعني الأديمة أو المطلعة يعني كودن تستور مكاتش بتخزن وقود زي طبعا بكفاءة العربيات أو المركبات الحفل فيكل زي حفلات أي حاجة بتتركب اللي بتعمل بن بنزين ده يعني العربات دي ما تمشيش ما بتقدرش تمشي مسافة أطول ولا أسرع من العربيات البنزين يعني كانت العربيات الكهربائية طبعا أضعف من العربيات البنزين برغم من كده نجح المهندسين اللي هما يصمموا عربيات بتستخدم يعني كلا من الكهرباء والبنزين إزاي بقى أما البطارية بتفضل محرك البنزين بيتولى تيك أوفر يعني يتولى المسؤول هنا معناه يتولى تشغيل السيارة ومباقة العربية بتستخدم إيه بتمشي البنزين يقوم البنزين بالعكس بقى أو منفع متبادلة يقوم طبعا يشحن البطارية حلو مشكلة بقى العربيات الكهربائية اللي هم بتقدرش تمشي بسرعة أو ما بتقطعش مسفاك كبيرة العربيات دي بتقدر جو فرزا يعني تمشي أبعد نفس المسافة اللي بتمشيها البترول العربيات البنزين العادية العربية دي بتستخدم إيه بقى إلكتريسيتي كهرباء and petrol المفاجأة إن العلماء برضو نجحوا اكتشفوا إن العربات ممكن تمشي بالوقود الحيوي دي يعني إن المزارعين ممكن اللي هما يزرعوا الوقود في حقلهم مش يزرعوا يعني 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 يقصد اللي هو الحبوب اللي تستخدم الوقود الحيوي في الوقود الحيوي and now engineers are working on a new type of car battery which makes energy out of hydrogen and oxygen يعني المهندسين بيعملوا اللي هما يجدوا برضو نوع تاني من البتاريات السيارات اللي makes energy اللي بتولد الطاقة من hydrogen والأكسجين experts experts اللي هما الخبراء believe that we may be able to buy cars using these batteries يعتقدوا اللي احنا ممكن اللي احنا نشتري العربيات اللي شغالة بالبتاريات الحديثة دي in the next 10 years في العشر سنة القادمة we know that at some time in the future لأن احنا عارفين في نفس الوقت ده في وقت ما في المستقبل there will be no oil in the world مش هيبقى فيه اي oil يعني بترول في العالم لازم نحتاجين اللي احنا لازم نجد يعني بديل للبترول باسرع بقدر الامكان احنا كده حبيبي رينا القطع نشوف بقى الاسئلة بتاعتنا يعني العلماء شغالين في حل مشكلة ايه بقى من القطع طبعا احنا ما بنشوف السؤال بنرجع للقطع وبنعرف مكان الاجابة فين ايوه يعني مشكلة التلوث عن طريق اللي بتسببها غازات العوادم ماشي سيارات فطبعا الحالة تبقى بلوشن طبعا اتما تشوف وانت بتقرأ قطع كلمة تحتها خط هتعرف على طول تتوقع لاجيلك سؤال الكلمة دي ريفير ستو يعني بتشير الى ايه نروح نشوف بقى الكلمة دي في القطع ونشوفها ايوه كلمة اتا تحتها خط نعرف بقى نقرأ قبلها بسطر او سطرين كده قال لنا there will be no oil in the world so we need to find replacement for it as soon as possible يبقى دي عيدة على اباحة ايوه عيدة على الاويل لانه قال لك لازم نلايله بديل للاويل يبقى the right answer is oil طيب ثري scientists have also discovered that cars can run on space oil العلماء have also discovered اكتشفوا ايضا ان cars can run on ممكن تعمل باي oil اي نوع من oil بقى ايوه قلنا ايه بقى الاكتشف العلماء scientists have also discovered that cars can run on vegetable oil يعني اكتشفوا ان العربية ممكن تعمل بي vegetable oil يعني الوقود الحيوي so the right answer is yes vegetables vegetable oil 4 petrol cars can go faster and space than early early cars يبقى petrol car can go faster can go by slower slower further than early cars could not store as much fuel as petrol cars عشان كده يعني البطارية ما كانش بتقدر ايه في العربيات البطاري اللي بكهرباء ما كانش بتقدر تخزين as much fuel يعني وقود بكمية البترول cars العربيات الحافلات اللي شغالة بالبنزين this means that they couldn't travel ما بتقدرش as far as as far ما بتقدرش تسافر مسافة اطول ولا as fast ولا اسرع من petrol cars فطبعا هاتي بقية يبقى petrol cars can go faster and اسرع or further further يعني ابعد من اللي هي early car العربيات اللي هي بتعمل بال طبعا الكهرباء طيب تعالوا كده حبيب نشوف السؤال number three terminology طبعا احنا هيجينا ان شاء الله ست اسئلة و هيجينا seven terminology سبع كلمات ومن السبع كلمات دي او السبع terminology بن بن بنكمل fill in the spaces with word بالكلمة from the list زي كده نشوف كده اول حاجة shovel shovel احنا قلنا shovel معناه ايبقى ايوه اللي هو الجروف system system اللي هو خزان ميا launch launch يطلق memory memory زاكرة electricity 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 كهرباء black black اللي هي الفيشة بتاع الكهرباء ranch ranch اللي هو مفتاح الرط نشوف كده حبيبي كلمة كلمة ماشي الجملة قانية احنا قلنا هيجينا كم جملة ايوه بقى ستة بقى يعني ستة جملة a computer space is one of the basic components of a computer which stores information computer a is one of the basic components من مكونات الاساسية of a computer which stores information طبعا كلمة طبعا الكيي انصر هنا هتبقى store information store information يعني يخزن المعلومات يبقى which one is correct or which word we can fill in this space with ok yes excellent it's memory يبقى computer memory is one of the basic components of a computer which stores information يعني الزاكرة بتاعت الكومبيوتر هي من مكونات الاساسية في الكومبيوتر اللي بتخزن المعلومات يبقى the first one is memory okay second sentence the space of the Nile set 101 was a great event the space of the Nile set 101 was a great event يعني احنا طبعا عايزين نقول ان اطلاق الامر صناعي Nile set 101 كان great event and great event يعني حدث عظيم يبقى which one is correct very good يبقى launch يبقى احنا كده توقعنا كلمة launch معناها ايه ايوة معناها اطلاق يبقى the launch of the Nile set 101 was a great event launch وعلى فكرة launch ممكن تيجي كنعون or verb يعني ممكن كنعون هنا لها زي عارفنا دي نعون طبعا زي بها نعون معناها اطلاق وكا verb معناها يطلق three she pushed a space into a wall to connect equipment into electricity she pushed pushed يعني حطت او دفعت ايه into a wall to connect equipment عشان توصل equipment يعني المعدة او جهاز ايه نعم معناها بسوء appliance into electricity بالكهرباء يبقى طبعا ايه اللي احنا بقى نحطه في الحيطة عشان نوصل الكهرباء به طبعا اللي هي الفيشة ماشي يبقى معناها ايه excellent very good black black يبقى اللي black معناها الفيشة اللي بتبقى في الجهاز الكهربائي طيب yes a space is a tool used for turning nuts a space is a tool used for turning nuts يبقى ايه بقى الطول العدة او الاداء اللي مستخدمها عشان نربيها النطس اللي هي السماويل what is it برافو عليكم تاني it's wrench اللي احنا قدناها النهاردة wrench مفتاح الربط يبقى wrench is a tool used for turning nuts زي ما نشوف برضو عندنا used to used for used to يقب بعدها الفعل في المصدر used for هنا turning من قلش turn برضو دي من الحاجات اللي ممكن تعبلوها لان هي في القواعد برضو عندنا used for يتبع فيرب انجي اللي هي turning دي مشه لو كانت used to نقول turn used to turn بس used for turning اوكي يبقى wrench مفتاح الربط حبايبي 5 the valve allows water to flow into the space the valve valve اللي هو ايه اه valve اللي هو الصمام اوكي الصمام allows بيسمح water to وفيها الالاو زي فال permit من الافعال طبعا زيها زي cause قلنا وفورس النهاردة cause يبقى cause وفورس اللي عندكم we allow permit طبعا من الافعال اللي يتبعها المفاول plus two plus infinitive يعني يجي بعدها المفاول زائد two زاد المصدر اه ده برضو نقطة تانية في واحدة تانية في القواعد في ترميل اول اه عشان كده خليكم معايا زي فالف الصمام اللاو بيسمح water المياه ده المفاول وبعد كده يشوف بعده وطر ايه two وبعدها flow اللي هو فعل في المصدر ينساب او يجري into the eye ايه بقى اه cistern cistern اللي هو صهريج المياه او خزان المياه اسمه cistern يبقى cistern حبيبي معناها صهريج مياه او خزان مياه و valve معناها صمام تانية اه يتفضل كده five sentence the six one the builder mixes the mortar thoroughly with a the builder اللي هو عامل البناء mixes يعني بيخلط عامل البناء اللي احنا قلنا الوقتي بيخلط the mortar thoroughly يعني المونة thoroughly with ايه بقى اه الاداء اللي بيخلط بها عامل البناء المونة الاسمنت بيخلطها بي shovel 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 اللي هو طبعا اللي هو الجروف يبقى shovel اللي معناها جروف طيب اه خليناك كده حبيب نروح اه another item اه طبعا اه هناخد الترجمة بس اه بس الهدف منها طبعا اه اللي احنا اه بنتعرف على كلمات عندكم اوكي اه translation this is for vocabulary وطبعا ان شاء الله اه اه الظروف ممكن تحس ان شاء الله ويبقى عندنا ترجمة في الترمية التانية بس احنا ناخدها عشان اه نتعرف او نتضرب كده على بعض الكلمات land needs a lot of water to make it fertile land needs a lot of water to make it fertile translate into Arabic طبعا احنا طبعا ما بنترجم من الانجلش للارابيك اه وخصوصا جملة فعالية زي ديت ما بنترجمش الترجمة طبعا فن طبعا فن الترجمة وما بترجمش ترجمة حرفية كل كلمة بدورها كده طبعا هتفقد الترجمة معناها اصلا فاحنا طبعا دي جملة فعالية بنبدأ اولاد بالفعل يعني ما بدأش بلاند بنبدأ بنيدس يعني نقول ايه الارض تحتاج ولا تحتاج الارض يبقى تحتاج الارض امكانوا الارض الزراعية عادي تحتاج الارض الكثير من المياه to make it fertile يبقى معناها تحتاج معناها خصب جاء طبعا من المخصبات او الاسمدة فالترجمة صحة حاليا تحتاج الارض للكثير من المياه لتجعلها خصبة طيب the next one what kind of insecticide do you use in your farm what kind of insecticide do you use in your farm طبعا دي interrogative جملة استفهمية نوع تاني خالص وطبعا لازم نبدأ بمعنى اداة استفهام what kind احنا وط معنى ما وط كان ما نوع insecticide خدنا لها تسلفات معنى مبيد حشرات وانا pesticide مبيد افات ماشي يبقى ما نوع مبيد الحشرات do you use in your farm الذي يستخدمه in your farm في مزرعتك ما نوع المبيد الحشري الذي تستخدمه في مزرعتك the third one ايجيبت ايجيبت برضو هنا ولاد ما نبدأش بايجيبت لان دي قمنا فعلية نبدأ بالفعل نبدأ ب طبعا الفعل اللي هو تصدر مصر الكثير من القطن للدول الاوروبية طلاب العزاء I'm afraid that we ran out of time جينا لنهاية الحلقة اتمنى اللي انتو تكونوا استمتعتوا معي زمانا مستمتعة معكو ان شاء الله واستفدتوا وان شاء الله ترقبوني الحلقة الجاية على وعد مني اني اجيب لكو برضو اكسرسايز و حاجات مفيدة جدا تهموكو وان شاء الله تخش الامتحان وتبقوا وتجيبوا درجات عالية وانا مش هسيبكم حتى ما تخشوا في الامتحان دعواتي معاكو ونلتقي على خير ان شاء الله حبابي So stay tuned خليكم متراقبين الحلقة بتاعتي كما معكم مستر محمد الفرارجي من القنوات التعالمية التلفزيون المصري